استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحفص الاحتياطي تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة واتصالا بذلك أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكلفات الصادرة من النائب العامة المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطية فقد أمر السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهبة محبوسين احتياطيا على دمة قضايا يجرى تحقيقها بالنيابة وقد تعهد أهالي الطلاب وحديث السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم